السلام عليكم اليوم جيت بدرس جديد وهو مادلز بدرس ديال يونيت 2 هادي الدرس صراحة ما بين الدرس لتيربك بزاف ديال التلاميذ داكشي علاش تلت هاد الفيديو ان ديتاي كنشرح فيها الدرس باش ان شاء الله توضح الامور اه في هاد الفيديو غادي نشوفو دافينيشن بتاع المادلز شنو هما المادلز دي ما كنقول بالله خصنا نعرفو بعدها دافينيشن معناه ديال كلمة المفاتيح اول حاجة و غادي ندوزو من بعد الفونكشن يعني الوظائف متاع المادلز نتعرفو على الوظائف ديالهم و بطبيعة الحال غا نشوفو اكزامبلز امثلة على المادلز والوظائف ديالهم اذا نبدو بالدافينيشن ديال المادلز هنا كنلاحظو بلا مادلز عندهم جوج ديال الاسماء اخرين اه كان نقدرون نقولوليهم مادل فربز حيتش هما في الجملة كتكون تقدر تكون عندهم الوظيفة ديال افعال او كان نسميهم مادل اوكزياريز بمعنى كتكون عندهم كذلك الوظيفة ديال فعل مساعد اه دونك المادلز عندهم ازاق ديال الوظائف ديال بنشوفوهم مادلز هما افعال خاصة لكتختلف على الافعال العادية بحال work play visit they are used to indicate modality كنستعملوهم باش ندلو على اه على النوعية هنا فاش نقولو النوعية يعني نوعية الجملة اللي كنستعملو فيهم المادلز هادش هذا غنشرحو بالتفصيل من بعد they give additional information about the function of the main verb that follows يعني المادلز كيعطيونا اه كيعطيونا معلومات اه اضافية على الوظيفة ديال الفعل الرئيسي اللي كيتبعو حت في الجملة كيكون عندنا مادل وكيكون تابعو فعل عادي بحال افعال اللي شفنا ديال work play visit الى اخره هادشي ان شاء الله هادشي كل شي اللي كنقول لبقى نشوفو بالتفصيل they have a great variety of communicative functions دونك عندهم واحد تنوع كبير ديال وظائف تواصلية ندوزو دابا نشوفو الشرح ديال هادشي اللي قلنا دابا هاد الدفينيشي اللي عطينا نشوفو اه نشرحو اكتر اذا نقولنا ما بين تعريف او المواصفات اللي عطينا المادلز وهو انهم تدلو على modality يعني النوعية بحال شهد النوعية هاده في اللغة الانجليزية كالين تلاتة الانواع للجمل كالين affirmative form يعني الجملة التصريحية ما معنى الجملة التصريحية الجملة التصريحية هي الجملة لما كتكونش فيها لا استفهام ولا نفي كتكون جملة عادية فيها فاعل فعل مفعول به نقطة بحال فاش كنقول لك مثلا ماي نيمز محمد نقطة هاده جملة تصريحية هادي جملة تصريحية هادي جملة تصريحية هادي جملة تصريحية دونك جملة عالية عدنا تمامك مثال هادي جملة تصريحية بمعنى استطيع قيادة سيارة لحظوا كيفاش لحظوا البنية للجملة فاش كيكون عدنا الماضل كتكون عدنا subject اللي هو I تابعوا الماضل can تابعوا الverb drive هاده كده هو the main verb يعني الفعل الرئيسي دي الجملة و تابعوا المكمل a car المكمل هو هي العبارة أو الكلمة اللي كتكمل لنا لمعنى دي الجملة I can drive a car دونك هادي affirmative form negative form يعني النوع الثاني هو negative form او negative sentence يعني الجملة اللي كتكون فيها النفي اه كتكون عدنا مثلا اه هنا تمامك عدنا subject I تابعها الماضل cannot تابعها اه اداة النفي اللي هو not ترى اللي لاصقناهم بجوج وتابعوا الverb drive وعادة الماضل a car دونك I cannot drive a car دونك في النفي كنستعملوا هاديك اداة النفي ملاسقا مع الماضل كنلاصقها مباشرة كنستعملوا مباشرة من مور الماضل و دونك ما كنقولوش I drive not a car كنقولو I cannot drive a car هنا فين كتبان الوظيفة دي الماضلز يعني بهم كان قدروا نديروا جملة عادية جملة استفهامية جملة فيها النفي دونك عندهم زف دي الوظائف كيف ما قلت من قبل وعدنا النوع الثالث دي الجمل وهو interrogative form يعني الجملة الاستفهامية كان بدو بالماضل هو اللول Can I drive a car واش انا هل انا استطيع قيادة السيارة دونك كان بدو بالماضل هو اللول وعد subject عاد الفاعل حيث دي ما في السؤال ما كان بدوش بالفاعل كان بدو بالفعل المساعد دونك من بعد عدنا verb drive وعد complement a car وما كان قولوش drive I the car ما كان تقالش دونك Can I drive a car دونك الماضل دائما كيجي كمساعدة كمساعدة للفعل الرئيسي باش يكون جملة استفهامية او لا جملة فيها النفي او لا جملة عادية وكيعطينا معلومات اخرى معلومات اضافية على الفعل الرئيسي دا بندوزو نشوفو كيفاش هاد الماضلز كيعطينا معلومات اضافية على على ال verbs نشوفو بعض الامثلة ديال اه على فش الماضل كيعطينا اه يعني معلومات اضافية على main verb الفعل الرئيسي اه في كل مثال عطيت جوج ديال الجمل جملة عادية وجملة فيها الماضل باش يبالينا الفرق فالمثال الول عندنا I drive a car بمعنى انا اصوق سيارة وفي الجملة الثانية I can drive a car انا استطيع قيادة سيارة شنو الفرق بينتهم الجملة اللولة I drive a car هي كن هضرب بسفة عامة كنقولو انا اصوق سيارة كن هضرب بسفة عامة ولكن فاش كنقول I can drive a car شنو كنزيد على الجملة هديك can شنو كتزيد لنا على الجملة شن هي المعلومة اللي كتزيد على الفعل الرئيسي كتزيد لنا انني استطيع ان اصوق السيارة كتزيد لنا المعلومة ديال استطاعة انا كنفرق فاش كنقول انا تنصوق السيارة وما بين انا نقدر نصوق السيارة كين واحد الفرق كنزيد واحد بحل واحد نوع ديال تأكيد على الجملة هذي هي الوظيفة ديال can في هاد الجملة هذي ندوذ المثال الثاني you smoke in the hospital you mustn't smoke in the hospital يعني الجملة اللولة تعني انت انت تدخن في المستشفى والجملة شنو كتعني هذيك mustn't اش من المعلومة زات لنا هي زاتنا المعلومة ديال المنع ما خصكش لا يجب لا يجب ان تدخن في المستشفى مثال ثالث حميد حميد كيراجع دروس يولو حميد يجب على حميد ان يراجع دروسه دونك هني الموضل شود زاد لنا المعلومة ديال شي حاجة واجبة الوجوب شي حاجة واجب خصتكن you should revise هي يجب عليك ان تراجع دروسك وما بين المواصفات اللي اعطينا كذلك على الموضل وهو انهم عندهم واحد تنوع كبير ديال يعني وظائف تواصلية بحلش هاد الوظائف التواصلية يعني شوفوا المثال الولاني I can drive a car هادي كيفما قلنا من قبل هاد الجملة كتعبر على ability بالاخص الموضل model can فاش كنستعمله can باش نعبره على ability بمعنى الاستطاعة انا كنستطاع ندير واحد الحاجة I can drive a car الجملة الثانية you mustn't smoke in the hospital هاد الموضل هادا في هاد الجملة كيعطينا المعنى ديال كيعبر على prohibition prohibition هو المنع مخصقش دير واحد الحاجة you mustn't جملة الثالثة حميد should revise his lessons يعني هاد الموضل expresses advice كيعبر على النصيحة فاش كنبغو نعبر على النصيحة كنستعمله should وموضلز خورين غادي نتعرفوا عليهم كانين بزاف ديال الوظائف ديال اللي عند الموضلز وممكن ان موضل واحد يعبر على بزاف ديال الوظائف هاد شي اللي غادي نشوفو دابا on detail غادي نشوفو كل موضل و جميع الوظائف اللي يمكلف بهم فاش كنستعملو هاداك الموضل قبل ما ندوزو الموضلز كانت مننا انكم تكونوا فهمتوا بعد المعنى شنو هما الموضلز وانك الموضلز قلنا كيكونوا مختلفين على الافعال العادية كتكون عندهم وظائف بزاف الافعال العادية ما كتكونش عندهم وظائف بزاف الوظيفة ديتهم كتتحبس غير في ال affirmative sentence صافي اما الموضلز كان قدرون نسعملوهم في ال affirmative sentence negative sentence و interrogative sentence كيف ما شفنا و كان قدرون نطرحوا بهم السؤال كان قدرون ندروا بهم النفي و كان عبروا على بزاف ديال الوظائف هما بحالة بغيت تقول بحالة مدسان بوليفالون فعندو بزاف متعددة تخصصات هادو هما الموضلز اما الافعال العادية ماشي متعددة التخصصات يعني عندها تخصص واحد صافي ندوزو نتعرفو على اول موضل نتعرفو على اول موضل اللي هو كان اه هو اكثر استعمالا اه هنا كنشوفو بيلا عندو ثلاثة الوظائف three functions الوظيفة الاولى اللي هي ability الاستطاعة هنا عندنا مثال I can speak three languages استطيعو يعني كان هادر كان قدر نهضر بثلاثة ديال اللغات الوظيفة التانية possibility يعني الاحتمال كان قدرون نستعملو كان باش نعبرو على شيء احتمال I can it can get very hot in our area in august بمعناه في المنطقة ديالتنا درجة الحرارة تقدر تطلع بزاف في شهر غوشت يعني هادك تقدر هي كان لستعملنا تمك باش نعبرو على احتمال اه هنا كيكون واحد احتمال ليل 80% شيء حاجات قدر تطلع فاش كنستعملو كان كاحتمال اذا انت يكون واحد احتمال كبير اه الوظيفة التالتة متاع اه كان وهو permission permission بمعنى اه الاذن فاش كاتبغيت تاخد الاذن من عن شي واحد example can I use your phone please يعني هنا اكت تاخد الاذن من عن شي واحد واش نقدر نستعمل تليفون ديالك can I use your phone هنا هادا السؤال اذا كش علاش بدينه بكان بدينه به هو الول بحل شفنا من قبل شفنا interrogative form راه هو هادا داك شعلاش بدينه بكان هو اللي بينا به الجملة وتبعناه بالفاعل والفعل الرئيسي use your phone compliment اذا رجعتوا القاعدة غتلقاوا نفس الحاجة درنا هنا ايا ندوزو الموضل تاني اللي هو فصراحة راه نفس الموضل اللي شفنا على الدابة غير ازدنا عليها ديك الناط ديال النفي فاش كنبغون نعبرو الجملة ندرو فيها النفي يعني كتولي can't او لا can not الا اشتهادي او لا هاديرا بحل بحل can't او لا can not هادي كتعبر على العكس انتع ability هو العكس ديالها inability يعني عدم الاستطاعة هنا اه عدنا مثال I can't speak three languages عطيتكم نفس الجملة باش يبان الفرق لا استطيع ان اتحدث بثلاثة لغات او كي هنا عدنا could كنشوفو كذلك بالله عنده ثلاثة الوظائف الوظيفة الاولى ability in the past من قبل كنا شفنا can اللي كيعبر على ability هاد could حتى هو كيعبر على ability ولكن في الماضي in the past can كيعبر على ability في الحاضر و could كيعبر على ability في الماضي نشوفو مثال I could speak three languages عاوتين هنا اعطتكم نفس الجملة I could بمعنى استطاعته قدرت انها ضربت لاثة اللغات إلا قلنا I can speak three languages بمعنى انا استطيعه ولكن I could speak استطاعته possibility الوظيفة التانية اللي هو الاحتمال كذلك it could get very hot in our area in August عاوتين هنا راه نفس الميتالي القبيلة فاش تعملنا can حتى هذا كيعبر على الاحتمال طالع ولكن كيكون في الدرجة ذيلته أقل من can أقل من can فاش كنقولو can كنكونوا متأكدين أكتر من فاش كنقولو could هنا يا could عندها احتمال ليل 60% can قبيلة قلنا عندها احتمال ليل 80% بحلقة إذن it could get very hot in our area in August الوظيفة التالتة وهو permission حتى هو كنستعمله باش كنعبرو على permission وما بين قوسين كتبت لكم it's more polite than can يعني فاش كنعبرو على permission بكود كتكون أكثر آآ آآ يعني أدب من can يعني فاش كنستعمله could مع شي واحد اللي ما كنعرفوش مزيان آآ مدير ولا أستاذ ولا أما can كنستعمله مع الأصدقاء بحل هكا مثلا كنقول could I use your phone please واش ممكن استعمل تلفون ديالك قبيلة شفنا can I use your phone دابا could I use your phone لانك بجوجه هم كنستعمله هم باش كنعبرو على permission لإذن ولكن هاد كود كتكون نيفو ديالها طالع على can وهنا يعدنا must must تايا كتستعمله بزاف وغاتشوفوها بزاف في احتمارين must عندها ربعه ديال وظائف the first function is obligation يعني شي حاجه اللي واجبه وجوب الواجب students must respect school rules يجبوا على التلاميذ أن يحترموا قوانين المدرسة يعني فاش كنستعملوا must كنعبرو على شي حاجه واجبه 100% الوظيفة التانية اللي هي certainty certainty بمعنى اليقين كنكون متأكد من شي حاجه يعني كنعبر على اليقين you worked 12 hours you must be tired يعني خدمتي 12 ساعة غتكون عيتي دونك خدمت 12 ساعة هذي مشيش حاجه لي سهله دونك أكيد غتكون عيتي you must be tired advice advice يعني النصيحة you must revise your lessons before the test خلصك تراجع درست ديرك قبل الاختبار advice necessity هي الضرورة I must go shopping خلصني مشي نتقده I must go shopping تقدرو تسألو باش غادي نعرفها انا يا obligation ولا advice ولا necessity حسا تلاتا هذو كيتشابو كانين بعض الوظائف اللي كيتشابو شي شوية في المعنى غنقول لكم بالله اول حاجه إلا كنتونتو ما اللي كتهضرو أو اللي كتكتبو كتبقى على حساب شنونتو ما بغيتو تعبرو كتبقى على حساب النية ديالتكم عشنو على يش بغيتو تعبر باش تستعمل الموضل اللي عندو علاقة مع التعبير ديالك دونك إلا كنتي ضابط الموضل زيالك إلا كنتو ضابطين الموضل زيالك غادي انتو تعرفو تستعملو الموضل الصحيح في التعبير الصحيح حيتي كيبقى على حساب كل واحد على يش بغى يعبر واش بغى يعبر على obligation او لا advice او لا necessity اما إلا كنتو كتخذ متمرين كتبقى على حساب السياق ديالجملة وفي هاد الدرس هاد ديال موضلز راه مهمة بزاف تكونو عارفين السياق ديالجملة بمعنى عشنو كتعني الجملة يعني المعنى اللي في الجملة تكونو عارفينو فاش تقرأوا الجملة تكونو عارفين عليش الجملة بغى تعبر يعني السياق ديالجملة باش تعرفو تختاروه الموضل صحيح اذا معرفة سياق الجملة مهمة بزاف فهذا الدرس هادا هنا عدنا العقس ديال must ليهو mustn't فاش كنزيدو له not must not او لا mustn't هادو كتو مرة بحال بحال اه كتعبر على prohibition prohibition وهو المنع شي حاجة ممنوعة يعني prohibition they mustn't cheat in the exam لا يجب عليهم ان يغشوا في الامتحان اه هنا دونك استعملنا mustn't ليهو المنع should should عندو الوظيفة ديال advice يعني النصيحة فاش كتبغى تعطي النصيحة you should revise your lessons before the test خاصك تراجع دروس ديالك قبل الاختبار اذا should كتعبر على النصيحة advice هنا كذلك عندنا اه ضد ديالشود اللي هو should not or shouldn't اه حتى هو كتعبر على advice يعني نفس الشيء بالنسبة ل should they shouldn't cheat in the exam لا يجب عليهم ان يغشوا في الامتحان هنا كتعبر على النصيحة كنعتبر النصيحة انهم ما يغشوش في الامتحان الفرق ما بين advice و obligation حيث قبيلة ستعملنا نفس الجملة مع mustn't الى عقلته they mustn't cheat in the exam دونك الفرق هو انه في advice في النصيحة كنعطوه جملة نصيحة عادية كنصحوش واحد يدير شي حاجة او لم يدير شي حاجة اما في obligation كيكون واحد الالحاح يعني كن اكدو على انه واحد شخص خصو يدير واحد الحاجة او لم خصوش يدير واحد الحاجة دونك هذا هو الفرق دونك obligation تكون فيه تأكيد اكتر هنا عدنا موضل اخر اللي هو have to have to تحت هو كيعبر على obligation students have to respect school rules لونك توا كنستعملوا يعني يجبوا على التلاميذ ان يحترموا قواني المدرسة هنا عدنا not have to not have to not have to كتعبر على lack of necessity بمعنى عدم وجود ضرورة شي حاجة اللي ما كتكونش ضرورية انك تديرها اه example students don't have to take their books during exam days يعني التلاميذ ما يحتاجوش يديروا معهم المطابع دي و الهم فاش فاليامات دي المتيحان لونك ما تيحتاجوش يديروا المطابع حيتاش ما غادش يجبدوه في المتيحان they don't have to كنستعملوا students don't have to take their books during exam days need to need to كتعبر على necessity بمعنى الضرورة شي حاجة ضرورية I need to go shopping خسنين مشين تقضى I need to go shopping needn't or need not هنا يا needn't كتعبر على lack of necessity بمعنى عدم وجود ضرورة شي حاجة ماشي ضرورية يديرها بحل اللي شفنا معه don't have to students needn't take their books during exam days هذا هو نفس المثال اللي شفنا معه don't have to فاش قلنا students don't have to take their books during exam days راح بحلها بحل needn't يعني ان التلاميذ ما يحتاجوش يديروا معهم مطابع دي و الهم فاليامات دي المتيحان هنا عندنا واحد الموضل المهم اللي هو may 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 عنده جوج الوظائف the first function is probability probability بمعنى احتمال احتمال كيكون هابط العكس ديال possibility اللي شفنا قبله مع can و could شنو الفرق ما بين possibility و probability ف possibility الاحتمال تيكون كبير طالع اما probability الاحتمال تيكون هابط اذا may كنستعملو باش نعبروه على الاحتمال هابط يعني ربعين في المياه شي حاجة اللي هابطة example it may rain today يعني تقدر تصب الشتاليوم ربما هادك may بمعنى ربما الوظيفة التانية هي permission الاذن may i use your phone please بحل يشفنا مع can و could كنستعملوهم في permission كذلك مع may may i use your phone please هل يمكنني استعمال هاتفك من فضلك may not يعني الضد ديال may كنستعمله ايضا فاش كنبغى نعبرو على probability example it may not rain today تقدر ما تصبش اشتاء اليوم هنا ايام may not عنده وظيفة اخرى اللي هي prohibition المنع example they may not cheat in the exam ما يقدروش ايه غشو في الامتحان they may not cheat in the exam هنا كذلك عدنا موضل ديال الاحتمال اللي هو might might كيعبر على احتمال كيكون هابط بزاف might هو اللي كيكون هابط فيهم كاملين فاش كنعبرو على الاحتمال يعني كيكون الاحتمال يالعشرين في المية it might rain today تقدر تصبشتوى لكن احتمال هابط بزاف والوظيفة التانية اللي هي permission كذلك وهنا يا permission مع might اكثر اه اكاديمية على may بحل يشفنا الفرق ما بين can و could في البرميشن كذلك نفس الشيء هنا مع may و might might i use your phone please the opposite of might is might not العكس ديال might هو might not اللي كيعبر كذلك على probability الاحتمال it might not rain today يقدر تقدر ما تصبش شتى اليوم هنا عندنا موضل اخر اللي كيعبر على النصيحة اللي هو ought to ought to you ought to revise your lessons before the test يجب ان تراجع دروسك قبل الاختبار ought to كنستعملوها باش نعبرو على النصيحة advice كذلك موضل اخر اللي كيعبر على advice لهوا had better فاشتشوفوا apostrophe d better راهي had better example you'd better revise your lessons before the test من الافضل من الاحسن ان تراجع دروسك قبل الاختبار will هاد الماضل كنستعملوه باش نعبرو على future action فاشتكون عدنا حدث مستقبلي example i will call you this afternoon غادي نعيط لك هاد هاد العشية this afternoon كنستعملو في simple future او لا في future actions يعني الاحداث المستقبلية كنستعملو فيهم will الوظيفة التانية request كنستعملو will باش نعبرو على طلب request will you will you lend me the last comic show او غاد الملح يعني واش غادي تتسلفني يعني الشو دير غاد الملح اخر شو دير غاد الملح او كان واحد جملة شهيرة كيستعملوها الانجليزيين فاش كي بغاو يتزوجو شي واحدة فاش كي بغا يطلب من هالزواج يقول لها will you marry me واش تقبليت زوجي بيا لونك هنك يستعملو will باش كي عبرو على طلب request العكس ديال will هو will not او لا won't ايلا شتو واحدة من هادو كراها بحل بحل كنستعملو باش نعبرو على future actions كذلك I won't call you this afternoon ما غاديش نعيتلك هادلاشية would rather هاد الموضل كنستعملو باش كنعبرو على التفضيل preference فاش كتفضل شي حاجة على حاجة اخرى example I'd rather watch Tom and Jerry than Mickey Mouse انت انفضل انتفرج في Tom and Jerry عواض ميكي ماوس كنقولو would rather او لا I'd rather or I would rather اراها بحل بحل would كنستعملو باش كن بنسبال offer يعني فاش كتقدم شي حاجة لشي واحد يعني بحل invitation كتعرض عليه شي حاجة كتعرض على شي واحد example would you like some coffee واش تبغي القهوة او واش تبغي اتي would you like some tea would you like some juice كتعرض عليه شي حاجة شال شال عندها نفس المعنى ديال will كنستعملوه باش كنعبرو على future action I shall call you this afternoon غاد نعيطلك هاد العشية الوظيفة التانية ديال shall هو suggestion اقتراح كنعبرو على اقتراح shall we go فاش كننقولك مثلا يلا همشو كننقول مثلا مشينا فاش كنكونو غاد ينشي براسة وكننقولك مشينا يلا همشو shall we go الضد ديال shall هو shant او لا shall not اه كذلك تنعبرو به future action I shan't call you this afternoon ما غنعيطش لك هاد الاشياء واخيرا وكيف العادة كنخلي لكم تمارين باش تمارسوا للممارسة يعني لابخاتيك وعلما انه ما كفيش تمارين اللي كنعطيكم حيت خاسكم تخدمو اكبر عدد من تمارين ممكن من جهتكم خدمو تمارين بدووا بالتمارين اللي عندكم في المطبوع وقلبو على تمارين في الانترنت يعني كل ما مرستو كل ما حسن practice makes perfect يعني كل ما كانت الممارسة كل ما كتحسنو كتحسن نيفو ديالكم اه هنا عدنا تمارين fill in the blanks with the following models had to, can't, should, may لك اتعمرو الفراخ بالموضل الصحيح وحدهو مع ال context يعني الصياق ديالجملة خاسكم تفهمو بعد الصياق باش تعرفو اش من المواضل غدي تستعملو الى كانش سؤال على شي حاجة ممفهوماش في الدرس خليوا ليه في الكومنتار غنجاوب عليه and good luck الله يوفق موسيقى